تابع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مقترحات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري وذلك في إطار التجهزات الخاصة لافتتاح المتحف المصري الكبير جاء ذلك الاجتماع لرئيس الوزراء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسؤولين وخلال الاجتماع تم استعراض المقترحات والرؤى المقدمة من جانب كليتي الهندسة بجامعتي عن شمس والقاهرة لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري كما تم استعراض مقترحات الهوية البصرية الدعائية لمدينتي القاهرة والجيزة والتصميمات المختلفة الفائزة خلال المسابقة الطلابية بهذا الشأن وشدد رئيس الوزراء على دروات البدء الفوري في أعمال تنفيذ مشروع التطوير خلال الأيام القليلة القادمة على أن تتولى كليتي الهندسة في جامعتي القاهرة وعين شمس الإشراف الكامل على مختلف أعمال التنفيذ